الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ابطال السنوية العامة وحوش المذاكرة مع حضراتكم دلوقتي بارت تو من كلمات لسون وان وتو في يونت فايف من كتاب المعاصر صفحة تلتمائة سبعة وعشرين لتلتمائة تلاتة وتلاتين معايا كاتش ابوز يعني يلحق او يسير يعني يسبب تغيير يعني يتحقق بالاتصال بالانترنت يعني يقوم بدراسة او يعمل بحث او يعمل مشروع ايميل يرسل المعلومات بالبريد الالكتروني يعني يرسل لاصدقاؤه يعني يشعر بانه لديه شعور ايجابي تذكر لديه تحكم او سيطرة فيه يعني يعمل اجتماع افتراضي على اليمين يعني يدرس امكانية او احتمالية شيء يعني يخسر السباق يعني يكتم المايكروفون يعني يقدم عرض او يقدم وظيفة او يمنح وظيفة يشارك الشاشة يعني يظهر نقص او نقص او وجود نقص فيه يعني يبقى على اتصال يعني يدرس لغاية لما يوصل لمستوى عالي يعني يتحكم فيه يعني يخبر حد ان يفعل شيء الصفحة اللي بعدها بيقول يعني في المكالمة الجماعية مش هتتسمع لو انت نقط ده مايكروفون مش هتتسمع لو انت نقط ده مايكروفون الايجابة لو كتمت صوت المايكروفون بيقولتو نقط علشان خاطر تشارك شاشتك مع جهاز اخر او اجهزة اخر محتاج ان انت تنزل عندك برنامج معين يبقى شير ده سكرين توشارك الشاشة الاتصال بالانترنت لما يكون السريع خلاص يعني تلحق بي البرنامج على تليفونك محتاج يتحدث يتحدث من وقت الى اخر يبقى الصفت وير ماله المتسطب او اللي موجود على جهازك يبقى نستول خمسة بليز نقط مي what to do if i am in a place in a place where there is no انترنت سيربس من فضلك قولي او اخبرني اعمل ايه لو انا موجود في مكان ماكوهوش انترنت يبقى الاجابة نمرت ايه تل اخبرني ستة بيقولك بيفور يو اجري وذ ان اي دا قبل ان تتفق مع فكرة فرست انتو اتس بوسيباليتز بص في الاحتماليات بتاعتها او في ساكسيس احتماليات النجاح يبقى look into the virtual meeting الاجتماع الافتراضي i not discussed انا نقشت في how to relieve work pressure كيف اقلل الضغط بتاع العمل يبقى هنا الاجابة هتبقى joined الاجتماع اللي انا انضمت لي تمانية we are a project about the best application افضل تطبيق of smart technology للتكنولوجيا الزكية او التكنولوجيا الحديثة يبقى we are doing a project عندي a project مشروع يبقى do a project على اقول اي نقطة positive about the success of my brother انا اشعر بالايجابية او بشيء ايجابي في من ناحية نجاح اخويا يبقى فيه positive 10 when i space the sound up ادي اب اهي sound الصوت خلاص يا باشا ترند ابي يعني عليت الصوت هي الاجابة الصحيحة مترادفات بيقول لك install 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 لها معناين عرفناهم قلنا بمعنى يثبت او يسطب يبقى بتساوي setup يعني يسطب. install لو معناها يركب او يثبت جهاز يبقى او position. look into قلنا يتحقق من يبقى investigate يحقق واكسبلور يستكشف وليسيرش يبحث. mute يعني صامت هتبقى silent صامت او very low منخفض جدا. switch لها معناين لو جاء switch on يبقى يشغل ودي يبقى معناها turn on. لو switch بس بمعنى يغير او يبدل يبقى معناها change يعني يغير او يبدل. صفحة تلتمية تسعة وعشرين عندنا install بقى عكسها اللي هي remove او install يعني يزيل. join يعني ينضم الى يبقى عكسها leave يغادر turn off او switch off يبقى عكسها turn on او switch on يشغل. تيجي بقى على التمرين بيقول لك you need to install انت محتاج ان انت تسطب antivirus in this sentence في هذه الجملة we can replace install هنشيل كلمة install بنحط مكانها ايه هنا setup لان انت install هنا معناها يسطب او يحط ينزل برنامج على الكمبيوتر يبقى setup number number two. ده microphone is mute. المايكروفون صامت. هنا mute خلي بالكو يا جماعة صفة. mute هنا صامت. لان قبلها verb to be. ما ينفعش اقول المايكروفون يسكت. المايكروفون يكون صامت. طب حلو. ده word mute بقى. in this sentence في هذه الجملة the synonym of هي مرادف لايه? والله mute صامت. لو خدت تبقى اجابت غلط لان معناها الصمت والصمت ده اسم وانا عايز الصفة يبقى عكسها صفة. يبقى دي جامن. رقم ثلاثة. مستر ايمن سيد لو استاذ ايمن قال اطفي المكيفات قبل ان تغادر المكتب. يا فادي. مستر ايمن ومطد فادي to turn the air conditioners ايه? وهو الراجل قال له هنا switch off. فهنا بيقول له تيرن. هتبقى الايجابة تيرن ووف الايجابة نبريت سي. اربعة. انا انضميت الى الاجتماع. دي هنا اللي معناه انضمة. عكس ايه? ينضم يبقى عكسها يغادر يبقى الايجابة نبريت ايه? تعال عدريفاتفز بيقول لك ينصب او يثبت. اللي هي بقى تنصيب او تثبيت بس خلي بالك ان كلمة او باتنين اللي يعني التقسيط الواحد يقصة تشتري حاجة بالقصة. دي بقى معناها برنامج تثبيت او الفني اللي بيركب الحاجات الاجهزة. خلي بالك من ها عشان جعلها سؤال. يعني يكتم الصوت او يصمت. منها صامت صفة وميوتد يعني منخفض او هادي وخلي بالك من كلمة معناها متبدل او متغير. نيجي على سويتش يبدل او يتحول اللي منها سويتش اللي فيها مفتاح التشغيل هي هي. شير يشارك او يتقاسم يبقى شير معناها مصيب او مشاركة بتيجي اس. وشيرنج كمان معناها المشاركة او التقسيم. تعال على تلتمائة وتلاتة. بيقول لك في رقم واحد سما نقط هيربي دروم with her sister. سما نقط قضة نمهة مع اختها. يبقى الاتنين يا جماعة مالهم بيتقاسم ويعني الاتنين شركة. يبقى هنا عايز فعل يبقى لان الفعل اهو سما ومفعول هيربي دروم يبقى انا عايز فعل هنا يبقى شير يا تقاسم. نمرة اتنين. your personal data بياناتك الشخصية on social media على social media is a risk. شفت الفعل فين? از اهو. is a risk يعني مخاطرة. ادي فعل ومفعول كل اللي فده فاعل. بياناتك الشخصية على social media تكون خطر او مخاطرة. يبقى انا هنا بقول له ايه? تشارك ولا مشاركة? يبقى انا عايز مشاركة بياناتك يبقى شيرينج فعل زي اي انجي اجيب منه الاسم اللي هو باللغة الانجليزية يبقى اسمه جيراند. ان انا اجيب الاسم باضافة اي انجي للفعل زي سويم يسبح سويمينج تبقى السباح. اهي دي شير يشارك تبقى مشاركة شيرينج. رقم ثلاثة بيقول لك ايجيب تسنوقة اف اه هنا حصة مصر من النيل لان مصر معها ابو صرف اس ملكية. وابو صرف اس الملكية عايزة تجيب وراها اسم. والاسم من شير يشارك حصة يبقى الاجابة ايه? يعني نصيب او قسمة او حصة مصر من مياه النيل حوالي خمسة او خمسين مليار متر مكعب يبقى الاجابة ايه? برضو شير. تعال على اربعة. نقط محترف سوف يرسل الى المبنى الرئيسي. ويوصل الجهاز التكييف. يبقى الراجل دا تباين على انه هو فني. فني تركيبات. يبقى اسمه انستولر. الاجابة امرد دي. خمسة. نقط بتاع المكيف. سوف يتم. بواسطة فني محترف. يبقى هنا بيتكلم على التركيب. والتركيب تبقى انستوليشن الاجابة امرد بي. تعال على ستة. ابروفيشنال تكنيشن برضو. فني محترف. ويلبي سنتي توس اوف يرسل لكي. حضرتك عارف ان طول اللي معناها لكي او طول اللي معناها انه. ييجو وراها الفعل في المصدر. يبقى تو انستول. علشان يركب جهاز التكييف. سبعة. they can't here you because your microphone is. هما ما يقدروش يسمعوك. لان المايكروفون بتاعك ما له متبدل او متغير. ولا ميوت صامت. اهو اللي جابة نمرت. هنا ازي جايب ازي. بل جابة نمرت بيه علشان عايز صفة. is mute يعني معمول صامت او مقفول يعني. ده رقم تمانية. they can't hear you. ما يقدروش يسمعوك. because your microphone is not off. ايوا هنا معي اوف بقى. ما يقدروش يسمعوك لان المايكروفون بتاعك مالو مطفي او مقفول. كده مش قصة ميوت طالما فيه اوف. يبقى switched off يعني مقفول او مطفي. تعالى على بيقول لك طول الوقت. at least على الاقل. be on a call. يعني مشغول في مكلمة. on a call. be still in. لا يزال في. او be still on. الله ده في اتنين. be still in. لا يزال في. طيب. be still on. يعني لسه شغال او لا يزال يعمل. يعني. be still in. he is still in work. لسه شفي الشغل. لسه في العمل. يبقى هنا اين. نما اون لما يكون لسه متوصل او حاجة لسه شغالة. بيقول لك. the washing machine is still on. يعني الغسالة لسه شغالة. نمرت اللي بعدها. be suited to يعني ملائم او مناسب لي وخلي بالك منها. by accident يعني بالصدفة او دونا قصد. هناخدها بعدين في ال confusion. هناخد by accident يعني بالصدفة. free time وقت فراغ. human beings البشر. human contact التواصل البشري. in other spaces في اماكن اخرى. long delay تأخر لمدة طويلة. match to loud يعني صوته عالي جدا. none اتقول يعني ولا حاجة على الاطلاق. positive consequences يعني نتائج ايجابية. recent changes تغيرات حديثة او اخيرة. stressful situations المواقف العصيبة. student welfare officer يعني مسؤول رعاية الطلاب. technical problems مشاكل فنية. thanks for اشكرك على. the latest version of. يعني احدث نسخة. the way i see it. من وجهة نظري او الطريقة اللي انا بشوف بها المواضيع. صفحة اللي بعدها 331 بيقولك. in touch with. يعني على اتصال بي. instant messaging. يعني الرسائل الفورية. الرسائل النصية على طول. فوري. inter personal skills. يعني مهارات التعامل مع الاخرين. it support forum. يعني منتدى دعم الفني لتكنولوجيا المعلومات. it اختصار information technology. تكنولوجيا المعلومات. video conference call. يعني مكالمة مجمعة او جماعية على الفيديو. virtual meeting with. يعني اجتماع افتراضي معها. اجتماع افتراضي يعني عن نت. كلنا قاعدين كل واحد في بيته على الكمبيوتر بتاعه. working from home. يعني العمل من المنزل. working hours. ساعات العمل. yours faithful. يخلي بالك منها. علشان بتستخدم في الايميل الرسمي او في الخطاب الرسمي. وتستخدم في الطلبات بتاعت الوظائف. الرسمية تقول في الاخر. yours faithful. يعني المخلص لك. حروف جر مع حضرتك. يعني يبدو ان. deal with. يتعامل مع. apply for. يتقدم بطلب للحصول على وظيفة. خلي بالك. لو هيتقدم لشخصي. يبقى apply to. انما دي apply for. يتقدم بطلب لوظيفة. speak or talk to. يعني يتحدث الى مش على. يتحدث الى. يتحدث معه. تعال على رقم واحد في الاسئلة بيقول لك. مستر اشرف can't meet you. الاستاذ اشرف ما يقدرش قابلك دلوقتي. as he is a conference call on a conference call في المكالمة جماعية. رقم اتنين بيقول لك. a doctor appears appears. appears ما هي فوقه. appears to. appears to. عايز المصدر يبقى. appears to be the doctor الذي يبدو عليه الهدوء. help his patients. بيساعد المرضى ريلاكس على الاسترخاء. رقم ثلاثة. he is well suited. well suited يعني ملائم. الاجابة نمرد بي تو. نموذج المعاصر جايبها ويز. والاجابة هنا غلطي. بالاجابة نمرد بي تو. he is well suited to this task. يعني هو ملائم جدا لهذه المهمة. he knows enough about fixing machines. يعرف ما يكفي لتصليح الالات. اربعة. I have applied a job. تقدم الوظيفة يبقى apply for. I have known about your arrival by accident عن طريق الصدفة. مصادفة by accident. على رقم ستة بيقولك if you have any objection. لو عندك اي اعتراض just talk to me. تحدث معي. سبعة. it's too much work. انه العمل الزايد قوي عن اللازم. that has put you in such نقط situation. الذي وضعك في موقف ايه بقى? stressful. مليء بالضغط. stressful situation. شغلك الكتير هو اللي حطك في الموقف اللي متعرض فيه للضغط ده. تمانية. you can end a letter of application with. تخلص خطاب تقديم طلب لوظيفة. yours sincerely. yours faithfully. لك باخلاص او المخلص لك. الاجابة number c. طب ليه مستر ما خدناش number d ما اصلها هي هي. معلش ما هو انت حضرتك لما بتخلص الخطاب بيبقى اول حرف في السطر اللي بعده كابيتل يا فندب. لاحظ ان علامة الترقيم هنا ما ينفعش number d. هنا الاجابة number a. number c. هي اللي صح يا فندم علشان دي بتبقى اول كلامك. في السطر الاخير بيبقى يورزي لازم تبقى الواي كابيتل. تسعة. I am still touch with my friends. انا لازلته حتى الان على تواصل مع اصدقائي. in touch with الاجابة number d. وتعال على صفحة تلتمية اتنين وتلاتين بسرعة. تلاقي حضرتك في صفحة تلتمية اتنين وتلاتين كلمة by accident. يعني بالصدفة هي 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 by chance هي هي by luck. التلاتة دول معناهم مصادفة او بالحظ. انما لو عايز تقول عمدا بقى وعن عمدا او متعمد يبقى on purpose او deliberate. طب كلمة in install قلنا لها معنين? in install معناها يركب جهاز ومعناها يسطى بحاجة على الكمبيوتر. ونفس الحكاية بالنسبة لكلمة fix fix ديت يسببت شيء في مكانه يدق حاجة بمصبار يسببت حاجة في مكانها. او fix بمعنى يصلح وطل لوحة عربية خربانة ولا حاجة وايزة بقول fix يعني يصلح. college يعني كلية وcollege يعني زميل. message يعني رسالة دي بتتعد. او درس اخلاقي او درس مستفاد برضو بتتعد. بس كلمة messaging بقى هي اللي غير معدود. اللي هي المراسلة النصية او التراصل. وده يتعادي بتتعامل معاملة المفرد معناها التراصل او المراسلة. وفيه كلمة رابعة ما تكتبتش هنا بس هو جايبها في التمارين اللي هي المساج. مساج يعني التدليق. خلي بالك علشان لسبيلنج ما يوقعكش. مساج m-a-s-s-a-g-e. انما دي m-a-s-s-a-g-e رسالة انما ديك هي مساج بالايه? يعني التدليق. تعال على رقم خمس على رقم واحد تحت في مني تست فايف بيقولك في تلتمائي اتن وثلاثين ما يجعلني غاضب. is that he broke my glasses? انه كسر نضارتي. هي منت ات. وكان قاصد. يبقى كسرها تنفع صح? وديلي بريتلي عمدا برضو صح يبقى الاجابة نمرت سي او بي. وتعال على الصفحة اللي بعدها. بيقول لحضرتك في رقم اتنين هي مت ذيم. هو قابلهم نقط. it wasn't arranged. ولم يكن الموضوع مرتبا. ما كانوش مرتبين. يبقى قابلهم بالصدفة. يبقى لاجابة نمرت c by chance. والاجابة نمرت ايه by accident. لاتنين معناهم بالصدفة يبقى لاجابة نمرت d a و c. تعال بقى على رقم ثلاثة space is provided by different digital applications. يزود بواسطة يعني تطبيقات رقمية مختلفة. ايه بقى المنافع ان احنا نستخدم فيه تطبيقات كتير مختلفة وموجودة ومالية الدنيا. ميسجس رسائل. طب ما هو الراجل جايب از بعد النقط. ما تنفعش. ميسج رسالة ولا نظام المراسلة او ارسال الرسائل. يبقى النظام كله السيستم كله معتاح له تطبيقات كتير جدا زي الواتساب والفيسبوك والتليجرام وغيرها. رقم اربعة بيقول لك space هنا بقى are sent and received instantly online. ترسل وتستقبل فورا عن طريق الانترنت. يبقى messages رسائل لان هنا جايب بعض النقط ارت يبقى جمعي. يبقى انا عايز جمعي. يبقى messages رسائل. تعال على رقم خمسة. I studied languages. انا درست اللغات in this college في هذه الكلية. لكن في رقم ستة يقول لك I am grateful to my. انا ممتن او شاكر او اشعر بالجميل لمين. in my new job في شغل الجديد. the welcome to be me ورمي لي رحبوا بيا بدفء. يبقى انا شاعر بالامتنان لمين. لنمرت ايه colleagues يعني الزملاء. يبقى الاجابة هنا نمرت ايه معناها الزملاء هي الاجابة الصحيحة. وان شاء الله اشوفكم على خير في فيديوهات تانية عريب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.